اللعب التاني اللي زمالك مهتم بضمه بشكل كبير جدا هو مهند لاشين وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده مش جديد لكن انا بجيب لك الاسماء اللي على لائحة اهتمام نادي الزمالك هذا الموسم وخاصة ان لجنة الكرة شايف ان المحل افضل يعني نادي الزمالك مش شايف ان فيه اجانب كويسين اوي بيتكلموا معه وليدي الصبار وليدي الصبار ده مغربي في المنتخب المحليين يعني لائب كويس وعلى قده ممكن يعمل حاجة ده بالنسبة للاجانب وليد الصبار ده لعب مغربي خلاص حسام حسن الزمالك داخل فيه بكوة لان ده اول مطلب لكارتيرون اول مطلب مهاجم لكارتيرون هو حسام حسن كان مهاجم محلي فالزمالك داخل فيه بكوة وعنده ورقة بيشتغل عليها او يعني برايتي معاه بصطفة فتحي لعب سموحة دلوقتي المعار يعني فده من اللعبة اللي مهتم بيها نادي الزمالك طبعا كريم العراقي في الصورة بشكل كبير جدا 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 وكننا اول ناس اتكلمنا على موضوع كريم العراقي واترفض اي بديل لكريم العراقي طيب دي من الاسماء المهمة جدا او بعض الاسماء اللي نادي بخلاف طبعا دونجا لاعب بيرامدز لان فيه رغبة من اللاعب وفيه رغبة من النادي الاتنين متوافقين لكن بيرامدز ففيه عندك ايضا امكين حلول مع نادي الزمالك لطلب بيرامدز لحارس مرمى فالامور ممكن تبقى متيسر لان زمالك ورقة حارس المرمى دي ممكن ياخد بها لعيبة من بيرامدز كلام ده بالراحة